ذكرت صحيفة فينانشل تايمز أن الولايات المتحدة دعت وزراء خارجية إسرائيل وعدد من الدول العربية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الشهر المقبل ونقلت الصحيفة عن بيان لمسؤول في الحلف أن الأمين العام لحلف النيتو يانس تولتنبرغ دعا رؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الاثنين والثلاثين بالإضافة إلى قادة شركائهم في منطقة المحيطين الهندي والهدي لحضور القمة